وش الرابط بين كل الناجحين؟ هل هو الاستمرارية؟ أو هل هو شي فطري؟ كل الناجحين من الشرق إلى الغرب وجدوا فيهم صفة عظيمة توصلهم للنجاح وهي حب القراءة بس لحظة يا جماعة خنهدي شوي كلنا ودينا نكون نقرأ يعني ما عندنا مانع للقراءة بس المشكلة أحيانا تكون شوي صعبة كيف نستمر في القراءة؟ أنا بالنسبة لي أحب الكتب أعشق الكتب تشجعني بس في مشكلة أنا واجهها وبالذات من أول كنت أوجهها وأتوقع أغلب الناس يوجهونا وهو الاستمرارية بقراءتك من أقدم لك راياتي أقرأ من كتب أطفال زي رولدال إلى أدم قليزي سي شيكسبير في الابتدائي بس بعد ما تميت عشر سنين عندما أنا قتل السعودية تركت معظم كتبي في بريطانيا وبعد ما تركت الكتب حسيت بنوع ما شوية كسر بالقراءة لأنه تعرف طاعة كتبي وتعرف إذا كان عندك مكتب وتتحمس أنك تشوفها بس كلها راحت كلها تركتها فبديت ما أقرأ وراحت السنين راحت من 2016 تقريبا لمين 2018 كنت في حفلة تخرج من المدرسة شيء من ثاني ثاني متوسط أتوقع وبوي ثم موجود حاضر فكان ما هو كيس مستحيل إنسان وعطانا الكيس فعطانيا وفتحته وداخله شيء واحد وهو كتاب موجود الكتاب اللي حين معي كتاب أب الغني وأب الفقير ومع ذلك ما قرأت الكتاب لفترة طويلة جدا 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 أظن أن الكتاب جلست على طالتي أشهر لما مر من أيام قلت تصدق خلي بسقر صفحة واحدة يم قرأت صفحة قلت خلي صفحتين ثم مليت ذكرت الكتاب ومشيت وراحت سبوعين زيادة بعد سبوعين قلت خلي أفتح شوي وبنافس الفترة جيت أقراها بشكل مقطع مئة بالمئة لما بعد أشهر أخيرا خلصت الكتاب مشكلتي كنت استمتع بقراءة الكتب بس إذا شفت الكتاب وقول يا ساتر مئات الصفحات كذا شي بعقلي يعني أبدأ تخوف وما أستمر هذه استمرت لمين 2021 2021 تحديدا شهر جون جولاي تقريبا خلصت كتاب حق الأب الغني السيكل حقه اسمه The Cash Flow Quadrant ومن بعد ذاك اليوم قلت تصدق خلي حط النفسي حدف أقرب السنة عشان أقدر أضغط نفسي وعشان أقرأ أكثر كتب فقدت خلي أقرأ خمس كتب بالسنة وقفت شوي وبديت أفكر وش أكثر شي وقفني لتحقيق هذا الهداف ولقيت بالنسبة لي هي التسويف قريت مرة بكتاب فكرة صرت أطبقها بكل العادات وكل أهداف وفعلا غيرت عياتي وهي تقليل حاجز البداية أو حاجز الدخول وش معنها الكلام؟ مرة سهل خلنا أضرب بمثال تعرف إذا كان عندك مشروع لازم تشتغل عليه كتاب أو باحث أو مالك خلق تبدأ مالك خلق تبدأ بس إذا بديت تبدأ تشتغل عليه طويل وما وقتك تكون ممنوه طيب وش معنها الكلام ذا؟ يعني أنه مو صعب تشتغل على الحاجة بس صعب أنك تبدأ فكل ما خلينا البداية سهلة كل ما نبدأ ونجزم كل ما نقدر نحقق أهداف أنه نحقق عاداتنا بشكل أكثر وبشكل أزين فاللي أنا بديت أسوي إني أقرأ في الجوال عندي هنا في أبل بوكس كل الكتب اللي أنا أقراها وش الميزة؟ الميزة هي أول ما ودي أقرأ كتاب أجي طيق بس أضغط زر وشوف أقدر أرقى ونزل وكل شي موجود على الجوال ويحفظ مكاني ويحفظ كم دقيقة أقرأ في اليوم وأهم شي ما تخلي التسويف يجيك على طول تبدأ تقرأ بدون أي علثة ومع ذلك الكل يعشق ويحب شعور الكتاب شعور الورق ريحة الورق ريحة إذا دخلت مثلا من مكاتب فاللي أنا سوي إني أحملها أونلاين واروح أشتري الكتاب ورقيا إذا أنا كنت متحمس أقرأ روح أجيب الكتاب الورقي وأقرأه كدامي إذا ما كانني خلق أروح أقرأ شوي على الجوال وحيانا إذا بدأت بالجوال يجي لي خلقني روح أقرأ سبحان الله وشوف وأنا كنت أصورته وصلي طلبية شتتوقعون كتاب هذا الكتاب قد قرأته أونلاين بس لكن عشان حق أمؤلف رحت وشريت الكتاب ورقيا وأنا لي نفسي تشجيع أقدر أشوف مكتبي ينتلي 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 حبة حبة يكبر ويكبر ويكبر فهذا أهمية بالنسبة لي قراءة الأونلاين مع قراءة الورقية مع بعض كيف تقرأ أونلاين في البي دي افات في البي باب هذا النوعية ما لا تقرأ تحصله أونلاين في تطبيق جريري قدمون كتب عربية كثيرة 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 جدا فالوسائل كثيرة في أيضا الناس يحبون الكتب الصوتية أنا شخصيا ما عجبتني ولا بالعكس اللي يقدر يسمع صوتي بذاته لي سوء كثير اللي يضمسك مشوير كثيرة اسمع للكتب الصوتية لكل واحد طرق مختلفة أهم شي هي المادة نفسها أنت دور طريقتك لكيف أن تستمتع بالمادة بأكثر شيء أنا عندي هدف لنفسي أني أقرأ مئة كتاب في السنة وحتى الآن بشهر ستة الفيلو 22 قرأت 42 كتاب طيب السؤال هو كيف نوصل ونحقق هذا الهداف بالذات في الكتب أحيانا أن نسغر هدافنا ونسغر عادتنا اليومية تسهل بشكل غير عادي يعني بدان أقول والله اليوم بيقرأ 20 صفحة حتى أحقق أهدافها سنوية خلي بس أقرأ صفحة واحدة بتحسنها شوية صح بس لا تنسى إذا قرأت صفحة واحدة مو ممنوع عليك أنك تكمل بتقرأ زيادة بس أقل شيء كل يوم تسوي صفحة إذا لك خلق كويس اضرب اقرأ زيادة إذا ما لك خلق بس أقرأ صفحة واحدة حتى غير الكتب بأي موضوع بأي هدف قاعد أتعلم لغة شف لك مقطع خمس دقائق مو لازم فيلم كامل قطع أهدافك وسو أصغر حاجة خلنا نلخص هذا الفكرتين أول شيء خل حاجز البداية مرة مرة سهلة مو لازم تصعب أهدافك وعاداتك اليومية حطه شيء قليل وإذا لك الخلق زد عليها بدان ما تسوي ساعة كامل قراءة أو ساعة كامل فيلم استماع كل يوم خلنا بس خمس دقائق خلنا بس صفحة واحدة إذا لك خلق زد عليه بس لا تخلي الحد الأدنى مرة مرة عالي بسهم شيء لا توقفون هنا يمكن انتهى المقطع بس ما انتهى الرحلة روح شوف على اليوتيوب في فكرة بالي من زمان الدوبامين والكونديشنينج يمكن تقدر تلقى منها فايدة ويمكن بس يمكن تقدر تربطها في مستقبلك